فساد مالي وإداري وأخلاقي في مكان يخرج الأجيال بعد تعليمها التربية قبل التعليم هذه المدرسة التي بنيت قبل أحد عشر عاماً وتخلو من مكان مخصص للتعليم أصبحت خطراً على أمن الناس في قضاء الحسينية هذه المدرسة بدأ العمل بها في 2012 واستبشرنا خير لأنه تحل مشكلة كبيرة لعدد كبير من ساكني هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها ولكن التلك الذي حدث بإنجاز بناء هذه المدرسة أولاً حرم المنطقة وحرم الأطفال وحرم التلاميذ هذه المنطقة المعاناة الأكبر التي نعانيها حالياً من وجود المدرسة هو الجانب الأمني والجانب الأخلاقي حقيقة تمارس بها أعمال غير أخلاقية وتعبنا من هذا تعب شديد خاصة منازل لمجاورة المنطقة للمدرسة يكاد المواطنون هنا يفقدون عصابهم فمخصصات المدرسة لم تسرق وحدها بل سرقت حتى مواد البناء أو تعرضت للتلف والصفوف تهالكت وأصبحت مرتع لممارسات غير أخلاقية في ظلام الليل وسط إهمال الإدارة المحلية التي طالبها أهالي المنطقة بإزالة المدرسة حفاظاً على سمعتهم أنا شخصياً متصل بمدير الجرائم متصل بعدة مسؤولين في سبيل أن الجرائم اللي جاي يصير والشغلات اللي يصير لا إخلاقية بهذه المدرسة ما حد يوصفها بس أنا لأنني أنا جاري المدرسة أنا بصفها أنا المتألم منها أنا المتألم من أدها أمور ما حد يقدر يحشيها بالإعلام شنو هذا الفساش شوف المواد المال البناء كلها اللي انسرقت انسرقت واللي تلفت تلفت هذا حرام لهم مو حرام فوق المدرسة تتشكل بحيرات صغيرة والسبب هو أخطاء هندسية بدائية وعدم وضع أنابيب لتفريغ مياه الأمطار ما عرض بنية هذه المدرسة للتآكل وجعل الطلب يغصدون مدارس أخرى بمسافات بعيدة هل يشوف هذا المي المرازي ماكو هذا المي القير متفطر وطبعاً هاي بالمستقبل راح يتأكل يتأكل وجد حتى سقفها ميقام وإحنا من خلالكم الناشد المسؤولين أني شوية يلتبتون النظر لهالمدرسة هاي النموذجية بتخطيطها يعني تخطيط منتاز وحرامات هاي الفلوس والشيس بحرامات والله إزالة المدرسة هي مطالبات الأهالي كونها أثرت على أمن المنطقة وإعادة تأهليا قد يكون حلماً صعباً يتحقق في هذه الفترة من كربلا جاسم الهميم قضاء الحسينية